كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية عن ارتفاع صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بنزمة انبلغت 45% لتسجل 883 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 وذلك مقابل 610 ملايين دولار في الفترة ذاتها من العام 2021 وأوضح المجلس أن صادرات مستحضرات التجميل سجلات 558 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من 2022 فيما بلغت صادرات الأدوية 226 مليون دولار حققت الصادرات الزراعية ولأول مرة في تاريخها حجما بلغ نحو 6.5 ملايين طن بقيمة بلغت حوالي 3.3 مليارات دولار وبزيادة بلغت 800 ألف طن عن العام الماضي وذكرت تقارير صادرات عن وزارة الزراعية من بين هم صادرات الزراعية الموالح والبطاطس والفرولة وأيضا المانجو والرومان طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة حققتها صادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 فلأول مرة في تاريخها يبلغ حجم الصادرات نحو 6.5 مليون طن بقيمة تتخطى 3.3 مليار دولار وبزيادة 800 ألف طن عن العام الماضي تأت الموالح في المرتبة الأولى تليها البطاطس ثم البصل والفاصولية والعنب وذلك وفقا لتقرير الإدارة المركزية للحجر الصحية كما بلغ عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر إلى الخارج نحو 406 منتجات زراعية يتم تصديرها إلى 160 سوقا على مستوى العالم وحول أبرز عشرة حاصلات زراعية صدرتها مصر إلى الخارج خلال عام 2022 وأكثرهم كمية جاءت الموالح بواقع 81 مليون طن والبطاطس بواقع 871 ألف طن والبصل بواقع 578 ألف طن أرقام كاشفة تؤكد مضي الدولة في طريق الإصلاح الزراعي والنهضة الشاملة كما تؤكد على نجاح القيادة السياسية في النهوض بالقطاع الزراعي من عثراته المتكررة ووضعها التنمية الزراعية على رأس أولويات التطوير من خلال النهوض بحياة المزارعين وتذليل العقبات أمام المصدرين كما تشير الأرقام إلى جهود مكاتب التمثيل التجاري وصفارات مصر بالخارج في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج ومتابعتهم المستمرة لضمان تطبيق المعايير العالمية للصحة النباتية وتجديد الرقابة على الحاصلات الزراعية بما يصب في صالح سمعة الصادرات الزراعية المصرية التي توصف بالأفضل في العالم وإلى البرصة المصرية التي سجلت أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجاري ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة بلغت 9.62% كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط EGX70 بنسبة بلغت 4.25% كذلك سجل مؤشر EGX100 صعودا بنحو 5.38% وإلى أسواق البترول العالمية حيث استقرت أسعار النفط في آخر تداولاتها واستتراجع الدولار والتقارير الوظائف الأمريكية لكن الخامين القياسيين أينهاي الأسبوع الأول من العام على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمي وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت بما يعادل 0.2% لتبلغ 78.57 دولار للبرميل فيما ارتفع خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.1% ليسجل 73.77 دولار للبرميل كذلك صعدت أسعار المزوط عالميا بنسبة بلغت 1.31% لتصل إلى تقريبا 3 دولارات للتر في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت فاصل 27% لتسجل 3.71 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في ديسمبر مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ارتفعت الاحتياطيات لصين وهي الأكبر في العالم بنحو 11 مليار دولار إلى 3.128 دولار لشهر الماضي كما ارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهاب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر نهاية أخبارنا الاقتصادية مشاهدين عودة مجددا إلى دينا ومحمد إليكم شكرا لك رجائي